خلال جولتي بمحافظة السويس شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المبنى الجديد لديوان عامل المحافظة وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الدولة لا تتدخر جهدا في ملف تطوير العمل الإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز التكنولوجي المطور بديوان عامل المحافظة وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للجمهور وتساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له